هل العشاء الرباني يخفر الخطايا؟ هل كل مسيحي يتردد على الكنيسة له الحق في الاشتراك على هذا العشاء الرباني؟ أو من هذا العشاء الرباني؟ أحبائي أرحب بيكم وأدعوكم في حلقة جديدة في برنامج بين الحقيقة وزيف عن العشاء الرباني أخي إيلي أهلاً وسلم بحضرتك أهلاً بيك أخي أفضل أخي إيلي في حلقة جديدة بنتكلم عن مفهوم كل مسيحي يعرفه هو العشاء الربان لكن هل هناك مصطلح كتابي عن تعبير العشاء الربان؟ طبعاً لما أرجع لكلمة الله ألاقي هذا المصطلح مش دقيق أوي لكن هناك أسماء أخرى لهذا اللقب فيسمى في الكتاب المقدس بسلاسة أسماء صحيحة الإسم الأولاني هو اسمه مائدة الرب الإسم الأول لهذه الفريضة الحلوة مائدة الرب إحنا بنتكلم عن إيه الأول؟ على ما صنعه الرب يسوع مع تلاميزه قبل أن يسلم في الليلة الأخيرة لما أخذ خبز وكأس وباركة وأعطى لهم وقال لهم خذوا كل هذا هو جسدي المبذول لأجلكم الناس يعتادوا يسموها العشاء الرباني أو العشاء الأخير لكن إحنا بنحب نسميها كتابياً حسب ما جاء اسمها في الكتاب الإسم الأولاني مائدة الرب وكلمة مائدة الرب دي مسكورة في رسالة كورنسوس الأولى أصحى عشرة عدد واحد وعشرين حب نقرأ برضو التعبير الأولى عشرة وعدد واحد وعشرين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين مائدة الرب وكلمة مائدة الرب هذه ما يسميها الناس بالعشاء الرباني أو الأخير اسمه مائدة الرب وتكلمنا عن امتياز لنا أن نجلس مع الرب على مائدة واحدة والرب صاحب هذه المائدة يقدم لنا من الخبز والكأس لنذكر موته وقيامته أولاً مائدة الرب نمرة اتنين اسمها كسر الخبز كسر الخبز يسمى دائماً في سفر الأعمال بكسر الخبز كسر الخبز يقول الكتاب في أعمال اتنين وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والصلاة والشركة وكسر الخبز إذن المسمى الثاني الصحيح اسمه كسر الخبز ويعني ذكرى موت وبزل الرب لجسده ثم قيامته من الأموات الاسم الثالث اسمه عشاء الرب عشاء الرب برضو جيه في كرونسس الأولى الصح 11 عدد 20 عشاء الرب ويكلمنا عن شيء من المسئولية نحن نتقدم إلى عشاء عشاء نجلس فيه مع الرب لنأخذ من جسده ودمه لكي نذكر موته وقيامته فيحدثنا أكثر عن مسئوليتنا ونحن نتقدم إلى هذه الفريضة أو هذا الحدث الرائع المبارك هناك مسئولية أن نعيش حياة النقاوة والقداسة ونحن نمارس هذه الفريضة يعني هناك ثلاث مصطلحات عن هذا التعبيب مائدة الرب العشاء كمان كسر الخبز عشاء الرب عشاء الرب وكسر الخبز بالضبط كده طب لو تكلمنا عن إيه معنى مائدة الرب ومين أسسه هل المسيح لا أسسه ولا التلاميذ بتوعه برضو برجوعنا للكتاب المقدس نلاقي في سلاسة أناجيل تذكر هذا الأمر إنجيل متى ماركو سلوء ولا يذكر شيء عن عشاء الرب في إنجيل يوحنى ويمكن ده يجي برضو في السياق الكلام هنقول ليه في الثلاث أناجيل في الليلة الأخيرة التي أسلم الرب يسوع فيها ممكن نرجع مثلا إلى إنجيل متى مع بعض وأصحاح 26 نعم وعدد 26 وعدد 26 أيوة وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك يأكلون الفصح لأنه اتعامل في ليلة الفصح بس الأكل من الفصح شيء والأكل من مائدة الرب حاجة تانية ده حاجة المختلفين خالص يعني فضل وبارك وقصر وأعطى التلاميذ وقالوا خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشقر وأعطاهم قائلا اشربوا منه كلكم منها كلكم هنا اللي وضع هذا رسم هذه الفريضة أو الحدث هو الرب يسوع المسيح نفسه وسلمها للتلاميذ حتى أن بوليس قال في كرنسوس الأولى صحة 11 فإني تسلمت من الرب ما سلمتكم إياه أن الرب يسوع في الليلة الأخيرة أخذ خبزا وشكر إلى آخر الكلام فريضة وضعها الرب يسوع المسيح وطلب مننا أن نصنعها قائلا اصنعوا دي وصية بقى اصنعوا هذا لذكرين وصية فيها أمر كمان بالضبط وصية غالية بالضبط زي وصية في الكتاب والرب يسوع المسيح الذي يحبون يحفظ وصيائي إذا كنا بنحب الرب يجب أن نطيع هذه الوصية في صنع ذكرى موت الرب في كسر الخبز يوم أن نأخذ من الخبز والكأس ونشكر الرب على موته وقيامته لأجلنا أخي إلي فيه سؤال مهم وفيه بعض الأفكار الخطئة وبعض المعتقدات المزيفة لدى الناس حول مائدة الرب خلينا كمان نستخدم المصطلح الكتاب الصحيح ماشي بعد ما حضرتك كشفت وأعلنت المصطلح الكتابي في اللول كنا بنسأل عشاء الرباني دلوقت خلينا نتكلم مائدة الرب هناك بعض المصطلحات الغريبة اللي بنسمحها حول مائدة الرب يعني تشوف سؤال واحدة تقول لك ابني بيتصرع بالليل هروح أجدمه على مائدة الرب وكمان هناك بعض الأمور الغريبة منها مثلا أن هل المائدة بتاع الرب تعطي لمن يتناول عليها البركة لو إنسان أي إنسان هل هي للبركة بس؟ نرجع لكلمة الله برضو الرب قال مرة أخي أفضل تضلون إذ لا تعرفون الكتب المقدسة ولا قوة الله لماذا أعطى الرب هذه الوصية بصنع ذكرى موته بكسر الخبز؟ لماذا؟ هل أعطاها الرب لمغفرة الخطايا؟ هل أعطاها الرب للبركة؟ هل أعطاها الرب للشفاء الأمراض؟ الهجابة عاتت أسئلة لا أ لم يعطيها الرب لمغفرة الخطايا البعض يقول لك أن هذا يعطى لمغفرة الخطايا من أين أتت هذه العبارة؟ عبارة أروا الكتاب غلط فتفسرت غلط يعني أنا بشوف وتبحت كذا حالة واحد على سرير الموت يقدم لي مئدة الرب علشان تغفر خطايا قبل ما يموت طبعا دي اسمح لأقول لك خطأ كبير جدا لم يقل الرب خزوا كل هذا هو جسدي واشربوا دمي لمغفرة الخطايا نقرأ بقى النص الثاني صحيح؟ فتح متة 26 معي حضرتك؟ نعم ماذا قال الرب عن الكأس؟ متة 26 وعادت 27 و28 وأخذ الكأس وشاقرة وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفق من أجل كسرين لمغفرة الخطايا الرب يسوع لم يقل خزوا هذا لمغفرة خطاياكم لا بيقول لهم خزوا هذا الكأس الذي يتكلم عن دمي الذي سيصفك مش الذي سفك لأن الرب لسه ما كانتش مات هو بيتكلم عن حدث مستقبل عن حاجة مستقبلية يا جماعة هذا الكأس هو إشارة إلى دمي الذي سيصفك دمي الذي سيصفك عن كسرين لمغفرة خطاياهم إذن الذي يغفر الخطايا الدم الذي سال على عود الصليب وليس الكأس الذي نأخذه لتسكار موت الرب فلا يمكن أن نقول أن مائدة الرب تخفر الخطايا أبداً الذي يخفر خطايا هو دم الرب يسوع الذي سال على الصليب وكيف أخذ دم الرب يسوع الذي سال على الصليب؟ بالإيمان بالإيمان لأنه حاجة مش حرفية أنا لا أختسل بالدم أجيب كاس دوة طب الدم دوة يخسل الخطايا ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطايا فليس ما أشربه هو الذي يخفر خطيتي لكن الذي يخسلني السؤال هل أنا بأخذ كأس الرب في المنولة أو الميدة أو كأس الخبز أروح كبه علي؟ أنا محتاجة تغسل ما هو لو الكأس دوة بيخفر خطيتي أخي أفضل يبقى أنا مفهود أعمل إيه بقى عراسي ها؟ طبعاً أروح أكبه على نفسي عشان يخسلني أنا محتاجة تغسل وطبعاً ما يخسلني ليس دماً حرفياً لكن رمزياً الإيمان بالرب يسوع المسيح أنه مات لأجلي الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة إذن ما إدت الرب لا تخفر خطايا لا تخفر خطايا ومن يتقدمون عليها للبركة كمان لا تبارك طب لماذا نمارس هذه الفريضة؟ قبل ما سيب النقطة دي أخي أفضل أقول إحنا عندنا ناس كتير في الكتاب في العادي جيدة خدوا غفران خطاياهم ولا واحد فيهم خد الميدة لشي تتغفر خطيئة والكتاب دي بقاعدة بتاعتنا وكمان نشجع المشاهدين يدور ممكن يلاجوا حد يعني يدور دور حضرتك ولا واحد متغفر خطيئته في الكتاب المؤدس قبل ما تتغفر خطيئته ربنا قال له أو رسل له روح الأول خد مائدة الرب وبتعالي خد غفران الخطايا ما حصل شيء ده بالعكس ده اللي بياخد الميدة ولم تغفر خطيئة دينون عليه شفت إزاي بقا؟ يعني ما يظن الناس أنه بياخدوشن وغفران خطاياهم ده بياخدو دينون أكتر حسب كورنسوس الأولى أصح 11 قال الرسول بوليس وهو يعلم عن هذا التعليم ماذا قال؟ المن يأخذ جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما الأول محتاج أتغسر من خطيئتي ثم أتقدم على مائدة الرب ليس لغفران خطايا وليس للباركة كان إيه سؤالك بقا؟ سؤالي إذن لا هي لا للغفران ولا للبركة ولا الشفاء المرضى أيوة لماذا نمارس هذه الفريضة؟ ببساطة شديدة هي تسكار وإخبار تسكار وإخبار تسكار حسب مقالة الرب يسوع له كل المجد اصنعوا هذا لذكري أي أنا عايشكم تتذكروا موتي وقيامتي الرب بدينا فرطين في المسيحية حسية للتسكار وليس للبركة أو غفران خطايا المعمودية وأيضا كسر الخبز الحكتين اللي بيتعملوا بالممارسة الحسية قال الرب يسوع أتردين أتذكروا موتي وقيامتي نعم يا رب غال يا رب علي وغال يا عملك في الخلاص تكتمعوا كل يوم أحد في أول أسبوع يوم الحد مش يوم تاني في أول أسبوع وتصنعوا ذكرى موتي وقيامتي هذا هو تسكار الأمر الثاني إخبار ممكن نقرأ كرونسوس الأولى من فضلك الصح 11 نعم وشوف كده الآية اللي قالها بولس للإخوة المؤمنين في كرونسوس عدد 26 اتفضل فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تغبرونا بموت الرب إلا أن يجي عدد 33 أخر كلمتين اصنعوا هذا لذكري 33 أخر 3 كلمات اصنعوا هذا لذكري عدد 23 23 آسف عدد 26 كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرونا بموت الرب إذن لماذا نصنع الزكرة ديت تسكار بنتذكر حبيبنا الغالي ونقدم السجود ونعمل عشاء معه ونتذكر موته وقيمته أغلى ما في المسيحية أغلى ما في المسيحية وبعد ما نأكل من الجسد والخبز ونشرب الكأس نخبر نطلع برة نخبر بموت الرب وقيامتي إلى أن يجيه إذن مش كل مسيح ينفع ياخد ويتقدم على المائدة طب من هم الأشخاص اللي يتقدموا على المائدة يبقى الإجابة معك الأخيلية لغاية ما نرجع مع حضرتك بعد الفاصل أحبائي ابقوا معنا هنرجع ليكم من هم الذين يستحقوا أن يتقدموا على مائدة الرب الإجابة بعد الفاصل ليس كل من يدخل الكنيسة له الحق أن يتقدم على مائدة الرب ولكن سؤال إليكم من هو الشخص أو من هم الأشخاص الذين لهم الحق أن يتقدموا على مائدة الرب معنا الإجابة في الجزء الثاني مع خادم الرب الأخ إليا كرولوس أخ إليا السؤال يشغل فكر ناس كثيرة مين هم طب لما حضرتك قلت ما ينفعش أي حد يتقدم على المائدة وبس طب مين هم الأشخاص اللي ينفع يتقدموا على المائدة بس قبل ما أدخل على السؤال دو والمشاهدين معانا أنا عاوز أعرف ليه المسيح قصد وماذا قصد المسيح بالخبز والكأس طبعا هناك معنى رائع وجميل للخبز الذي أخذه المسيح والكأس أيضا ببساطة شديدة الخبز يرينا جسد المسيح المفزول لأجلنا ولماذا شبها بالخبز لعدة أسباب أولا لأن الخبز يشبعه فقال الرب يسوع عن المسيح أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب أنا هو خبز الحياة الواهب حياة للعالم فحينما نأكل من الخبز إشارة إشارة وبركز على كلمة إشارة ورمز أننا أخذنا المسيح بالإيمان فنحن أخذنا المسيح بالإيمان في قلبنا لكننا نأخذ بالخبز إشارة بنفكر نفسنا بنقول إحنا في يوم الأيام أخذنا المسيح بالإيمان وكلناه بقلبنا وعشان كده لنا حياة أبدية أنا هو خبز الحياة من يقبل إليه فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش للأبد دي من ناحية ومن ناحية أخرى كمان الخبز يكلمنا عن المراحل التي مر بها الكثيرة لكي يصبح خبزا كيف أصبح الخبز خبزا جابوا الأمح وطحنوا وعجنوا ودخلوا في النار وبعدين بقى خبز صالح للأكل ألم يحدث هذا مع المسيح أخي الفاضل إخوة الأحباء أن مسيحنا الخبز الحي كان حبة حنطة وطحن عند الصليب يقول عنه الكتاب مصحوق لأجل معاصينا وعجنا الضرب فيه ودخل نار العدل الإلهي فأصبح خبز خلاص لكل من يقبل إليه هو ده المعنى المقصود بالخبز لا ده فيه حاجة تاني كمان بالخبز الخبز إشارة خبز واحد مائدة الرب تبقى بكم خبز أخي أخي أفضل خبز واحد سليم ليه خبز واحد سليم عشان دوت ليه إشارة ومعنى حلو ممكن تقرهاي من فضلك كورنسوس الأولى أصحاح عشرة وعدد سبعت عشر حلو لما نرجع لكلمة الله نعم فإننا نحن الكسيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد يبقى جميل جدا المائدة تتكون من كامير غيف خبز واحد ليه خبز واحد والناس يشوفوه خبز واحد سليم قدامهم عشان ده إعلان لكل الناس يا جماعة جماعة المؤمنين التي تكسر الخبز هم كلهم عبارة عن جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد فالخبز الواحد إشارة أننا نحن المؤمنين كام جسد جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد طيب دي حاجة ده بالنسبة لإشارتنا إلى الخبز طيب لماذا اختر المسيح الكأس؟ الكأس برضو لها معنيا على الأقل المعنى الأولاني الكأس هو عصارة نتاج الكرمة عصارة العنب وهي صورة جميلة إلى الكرمة الحقيقية التي عصرت فسالة منها لإيه؟ الدن مين الكرمة الحقيقية أخي أفضل؟ الرب يسوع قال أنا الكرمة الحقيقية ما هو الكأس دوت في عصير العنب مش كده؟ نعم عصير العنب ده أجيب نين؟ الكرمة حصلها إيه؟ عصر اتعصرت والرب يسوع المسيح الكرمة اتعصر عشان ينزل منه العصير الدم الذي يطهرنا فلما بناخد الكأس في كأسر الخبز ومائدة الرب واخد من الكأس واشرب منه قوله آه أنا بتذكرك يا حبيب الغالي يا رب يسوع المسيح بتذكرك يا اللي اتعصرت عشان دمك يسيل ويطهرني من كل خطيئة أنا بشرب من الكأس وبتذكر إنك أنت دمك تسفك عشاني اصنعوا هذا لإيه؟ لذكري لذكري لكن الكأس أيضا في معنى تاني آخر بقى مختلف الرب يسوع وهو يصالي في بستنجة السيماني يا أخ أفضل قال الآب إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك فوأنا بشرب الكأس بنشرب كأس حلوة لمرة إحنا في الميدا كأس حلوة كأس جميلة طعمها حلو بنشربها بس إحنا نشربها بنقول للرب آه يا رب إحنا بنفتكر يا رب إنك عند الصليب شربت الكأس ما لها؟ مرار مرة مرة وليست الكأس المرة اللي هو الخل اللي سأقوله لا مش بنقصد بيه كده لكن فيه كأس الغضب من إيد الله العادل اللي شاور عليها المسيح وقال له الكأس التي أعطاني الآب أنا أشربها إذن ألخص كلامي وأقول إيه بقى؟ فضل الخبز معنا إيه بقى يا أخ أفضل وقت الخبز معناه إشارة إلى المسيح خبز الحياة وإشارة إلى ألام المسيح التي تألمها لكي يصبح مخلصا زي ما الخبز بيخش في مراحل كتيرة من النار عشان يبقى خبز والخبز إشارة أننا جسد واحد أما الكأس معناها إيه؟ الكأس معناها المسيح يتعصر على الصليب عشان إحنا نخلص والكأس إشارة أخرى إلى المرار والألام والغضب التي تشاربها المسيح لكي نحن ننال الحياة الأفرية بتحطني في مشهد كده بحس أن بتاخدنا الرحلة للجولجس حضرتك وبتورينا الرمز أصبح حقيقة صح كده؟ تمام طيب إذن أنا بشوف أنه مش أي واحد ممكن ينفع يتقدم إلى هذا العمل مين هما بقى الأشخاص اللي ينفعوا يتقدموا إلى هذا العمل إلى مائدة الرب نرجع لكلمة الله نرجع لكلمة الله ليه حضرتك أخي إليه كلما تكلم مع حضرتك في سؤال تقول لي أرجع لكلمة الله الكتاب علمنا كده قال لنا تعرفون الحق والحق يحرركم يعني ما ينفعش أخذ برأيي واحد متقدم في العمر واحد كبير في السن واحد ذاته شهادات عالية ليه الكتاب المقدس؟ هنتوه يا أخي أفضل برضو هرجع تاني للكتاب وأقول مين اللي ياخد منك مائدة الرب ممكن نرجع لسفر الأعمال أصحاح اتنين بسرعة ونشوف أول حاجة مين هما اللي ياخدوا مائدة الرب أعمال اتنين بيتكلم عن تكوين الكنيسة الأولى في أولها في أصحاح اتنين وعدد سبعة وثلاثين يقول لنا الكتاب فلما سامعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنعوا أيها الرجال الإخوة فقال لهم بطرس طوبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس يبقى ناس خطاة موجودين في الكنيسة الأولى ما جابهمش الرسل المسيحون يتعالوا خدوا معنا مائدة الرب لكن الأول إيه بقى؟ تابوا رجعوا إلى الرب قالوا احنا عايزين نخلص ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ أيها الرجال الإخوة قالوا هم توبوا وارجعوا للرب عشان تقبلوا عطية الروح القدس الناس فعلا يقولين عنهم الكتاب في عدد 41 فقابلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة ألاف يبقى خلصوا واتابوا واعتمدوا وجموا انضموا الكنيسة بعدها بقى إيه اللي حصل؟ اقرأ عدد 42 حضرتك وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات يبقى بعد ما أمنوا بالمسيح وخلصوا واعتمدوا وانضموا للكنيسة ورجعوا رجوع حقيقي للرب بعد كده انضموا على مائدة الرب يبقى نمرة واحد ما أنا الذي يأخذ مائدة الرب؟ الذي ينال الخلاص الحقيقي مش بأخذ الميد عشان تتغفر خطيتي لأ أنا أجي للمسيح المخلص وأختسل بدمه وأنال الخلاص والحياة الأبدية وبعدها أنضم إلى مائدة الرب حسب سفر الأعمال أصححتني أنا جبل ما أتكمل حضرتك أخي إلي أنا بشوف أكتر واحد كان جريب إلى قلب الرب وكان جريب على الرب بطرس صح؟ مظبوط أنا بشوف لو بطرس وهو جريب على قلب الرب وعارف كتير الرب لو يعرف أن المائدة هي تخلص بالزبط صح؟ وهو بيعزهم الخمسين وهو كانوا بيعز كان نشجحهم في اللواء قال لهم عايزين تخلصوا تعالوا خدوا معنا المائدة صح كده؟ عشان تتغفر الخطيات وهو أكتر واحد كان جريب للرب لكن هو عارف فكر الرب إنها ما تخلصوا وتخفرش الخطايا قال لهم توبوا وارجعوا ربنا واعتمدوا وإقبلوا الكلمة وبعدين تنضموا معنا على مائدة الرب ايه تاني يا أخي إلي في الموضوع؟ نمرة اتنين أنا بقيت مؤمن برضو عايز أقول مش كل مؤمن ينفع كده هيلة بيلا يخش على مائدة الرب برضو الله يبقى مؤمن يا عام نمرة واحد مؤمن لكن نمرة اتنين مؤمن نقي نقرأ كرونس الأولى أصحى 11 مؤمن نمرة واحد لكن نمرة اتنين مؤمن يعيش حياة القداسة والنقاوة طب ودوة موجود فين؟ كرونسوس الأولى أصحى 11 وعدد 28 ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس يبقى قبل ما تقدم على مائدة الرب أمتحن نفسي يعني أمتحن نفسي يعني قاعد أحباء الأفاضل قدام ربنا في عرش النعمة قدام الكتاب قبل منزل أروح لمائدة الرب أمعد قدامه أبد ربع ساعة نصف ساعة ساعة امتحن نفسك في حدث الرب يا رب حياتي مرضية قدامك أنا عملت عاملة أنا قلت كلمة حقك علي سمحني طهرني نقيني أنا عايزة بقى حياة مقدسة عشان لما أروح أتقدم لمائدة الرب أكون ليس مجرما لكنني أتمتع بالشركة معك أعمل حاجات غلط بتروح تاخد المايد عشان غفران خطياتك وبتاخد دينونة أكتر أقولك ابتدي من النهار الرب يسوع ينسى لك اللي فات كله عند الصليب خد خلاص حياتك من الرب يسوع بالإيمان بالإيمان واختسل بدم المسيح تقدر بعد كده تمارس فريضة مائدة الرب تصنع ذكرى موت الرب وأنت حياتك نقية أنا أخ إليا في الختام عاوز أسأل حاجة بسيطة جدا ينفع دلوقته هو جاعد يشاهد حضرتك يرفع جلبه وربنا يجبله دلوقتي وإحنا بكل تأكد تنموك تصلينا مع مشاهد أو المشاهدين أو أخ أو أخت أو صديق بيسمعنا وعاوز ياخد القرار دلوقته قدامنا هو بيسمعنا آمين تعالوا نصلي مع بعض أحباء الأفاضل ربنا نشكرك لأجل موتك على الصليب لغفران خطيانا ونشكرك لأجل الطريق الذي تعطيه لنا للخلاص الإيمان بالتوبة نأتي أمامك بتوبة لغفران خطيانا عند صليبك يا رب نختسل بدمك الآن ننال حياة أبدية ودينا نعمة بعد ما نقبلك بالإيمان مخلصا أن نوازب على هذه الفريضة الرائعة نوازب على موتك نصنع موتك وذكر موتك وقيامتك يا رب بممارستنا لمائدة الرب علمنا أن نتقدم إلى مائدتك بقلب نقي وكلما نأكل منها ونشرب من الكأس نخبر بموتك إلى أن تجيء لك في المسيح الكرام وكل الحمد أمين أخ إليك رولوس أشكرك مرة تانية لأجل تشريفة لينا في برنامج بين الحق شكرا أخ أفضل أحباء المشاهدين كل واحد النهاردة سمع الحق الكتابي لا نأمرك نحن عندما نقدم الحق الكتابي لا نأمرك أن تفعل هذا لكن تقارن الحق الكتابي من كلمة الله بكل معتقد تعيش فيه الآن لو كنت عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لينا وإحنا بكل السرور نجاوبك إلى حلقة جديدة من برنامج بين الحقيقة والزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة